أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلما تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا المحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الألكة برحمتك وبعض ابتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردآ ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأن يبتهوا بروح القدوس وكل شرعت له شريعة ونغجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك وأن لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وابعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغارباك وسخرت له البراء وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروع وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات وقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عمكم الرجس أهل البايت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت وقلت ما أسألكم عليه من أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمام من كنتم مولا فعليا مولا اللهم وآل من وعلا وعاد من عادا الله وانصور مام نصراه واخذول مام خذلاه وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدا وسائر الناس من شجر شتا وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا باب ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتغى من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما قال طلحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحباء وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتث الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفاء لرعاية الحق فيهم فقدل من قتل وسبي أمام أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا نمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبكى الباكون وإياهم فليأدوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريع أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيم عالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين غادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغيء والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأغواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتات والمردات أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معزة الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتاء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدمين مقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أم تغمي ونفسي لك الوقاء والحماء يابن السعادة المقربين يابن النجباء الأكرمين يابن الهدات المهدين يابن الخيارة المهذبين يابن الغطارفة الأنجبين يابن الأطائب المطارين يابن الخضارمة المنتجبين يابن القماقمة الأكرمين يابن البدور المنيرة يابن السرج المضيئة يابن الشغب الثاقبة يابن الأنجم الزاهرة يابن السبل الواضحة يابن الأعلام اللائحة يابن العلوم الكاملة يابن السنن المشهورة يابن المعجزات الموجودة يابن الدلائل المشهودة يابن الصراط المستقيم يابن النبأ العظيم يابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يابن الآيات والبينات يابن التلائل الظاغرات يابن البراهين الواضحات الباغرات يابن الحجج البالغات يابن النعم السابغات يابن الطاغى والمحكمات يابن ياسين والذاريات يابن الطور والعاديات يابن من دنى فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرضا تقلك أوثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طواغى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أمت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أمت من نازح ما نزح عنا بنفسي أمت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أمت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أمت من تلاد نعم لا تضاغى بنفسي أمت من نصيف شرف لا يساوى الى متى أحار فيك يا مولايا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيزا علي أن أجاب دونك وأناغى عزيزا علي أن أذكيك ويخذ لك الورى عزيزا علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من عين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوعين فأساعد جزعه إذا خلق هل قذيت عينه فساعدتها عيني على القذى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يبتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى نمتقع من عذب مائك فقطال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس ترى أترانا نحف بك وأمتت أم البلأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت آداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أمتك الشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأمت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأريه سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجواه وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما أبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقره ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشؤداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البرراه وعليه أفضلا وأكملا وأتم وأدوما وأكثرا وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وادحظ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظم أبعده يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين